السلام عليكم وحياكم الله في مقطع جديد من توب تين واليوم نتكلم عن أسوأ عشر إضافات ممكن تلقاها في العلعاب فخير نبدأ إضافة لبس الحصان في لعبة أولدسكور تخيل إنه في إضافة في اللعبة فقط عبارة عن لبس للحصان حقك وما منه فائدة بس شكل ويلة اللبس للشخصية لا للحصان فقط وغسرت فلوس وقيمته لبس بدولارين ونص يعني دولارين ونص تقدر تشتري حاجة يعني مفيدة أكثر من اللبس حق الحصان أو أي إضافة عالية أو إنك توفر أحسن لك سريتفايتر ثلت سترايك أولاين إديشن هنا واضح إنهم يقولون لك هات فلوسك باللاعب لأنهم باعوا ألوان للملابس فقط والألوان كانت دائما في لعب سريتفايتر تيجي مجانا تخيلوا النسخة القديمة لللعبة كانت ببلاش الألوان والآن حطوه بفلوس ماني عارف ليش الألوان يعني ألوان فقط كيف تبيعها موتو الكامبات برضو باعوا شي كان المفروض ما ينباع وهو حركات في تالتي أو الحركة النهية وفهو صحيح ما يأثر عليك في اللعب لأن الخصم قيدو مات ولكن عشان تسويها لازم تكون محترف عشان تسوي الحركة وعشان تسويها لازم تضغط أكثر من زر فوق فوق تحت يمين شمال اكس دوير ومربع مربع يعني تسوي كذا لخبط التكمبوهات عشان تجيبوه لازم في وقت مرة قريبا أو إذا انت غشيم تقدر تشتري الحركات هذه وتسويها بس بضغط على هذا الزر يعني تضغط مربع اكس دوير ويخلص لك يعني حتى اللي قدامك يشوفك مورزا 5 و سيارة الحلم الفراري 1962 و اللي تمباع بسعر خرافي في اللعبة و ايضا في الحقيقة في المزاد تمباع ب 38 مليون دولار ولكن في اللعبة تقدر تشتري بفلوس اللي داخل اللعبة ولكن جدا صعب انك تجمع المبلغ بس في حركة تقدر تشويها انك تشتري بفلوسك الحقيقية بفلوس داخل اللعبة و يكلفك حول المية دولار عشان تشتري السيارة يعني اكثر من سعر اللعبة نفسها لعبة فل اونر فيها ملابس كثيرة ولكن عشان تجمعها كلها لازم تلعب كثير لما اقول لازم تلعب كثير يعني كثير عشان تطلع كل شي لازم تلعب 4 ساعات يوميا لمدة سنة بس اذا تبغى تطلع من غير اي تعب و ما عندك وقت عادي اعطيهم فلوسك ويعطوك كل حاجة ممكن تلقاه في اللعبة من جميع الملابس والاسلعة بس ولكن لازم تدفع حول 650 دولار يعني قيمة اللعبة 13 مرة لعبة مترو لاس لايت و سووا حركة عجيبة ما عمري شفتها في لعبة ثانية و هي ان المستوى الصعب ما يجي بعد ما تختم اللعبة عادي لازم تشتريه وسعره بخمس دولار تخيل اول كان يجي مع الطلب المصبر ولكن بعد فترة خلوه بفلوس تخيل هذا الشي اللي هو اساسا ببلاج زار الواحد يقدر يبيعه ده لعبة ستار ووز باتل فرانت 2 و كلنا عارفين انه في الفترة الاخيرة في ناس كذين يتضايقوا من اي 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 والحركة اللي سووها انه يمديك تلفل في اللعبة بفلوسك حقيقية يعني ما يحتاج تتعب وتلعب مباريات كثيرة لتلفل تحتاج تلفل توسل لفل الأخير وتطلع كل حاجة ادفع فلوس و حادي يمدين انسوي لكيه على طول فاغلب القيمرز ان ما كانوا كلهم كانوا حقدين عن الحركة دي وقلبوا على اي 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 واجبروهم انه يتركون السخافة هذي ويشرون الحركة هذي من اللعبة وهذا اللي صار بالحمد لله في النهاية بعدما الناس تجمعوا كلهم مع الشركة اجبرهم انهم يتركونوا حركات السخافة دي في لعبة سبايدر مان تقدر تشتري علعاب اندي وبسيطة على الجوال حق البطل سبايدر مان تشتريه بفلوس حقيقية تخيط تشتري علعاب اندي على الجوال على جوال البطل حقك حق سبايدر مان بفلوس حقيقية يعني هذي اللعاب كل اللي قد ينزلوا لقايب يقول لك ايه بفلوس تراها مرة رخيصة ومو رخيصة مجانية تلقاها في الجوال حقك في الحقيقة عندك اندرويد والايفون تخش الستور تلقى الالعاب التي تشتريها في وسط اللعبة حق سبايدر مان اصلا ببلاش واغلب الالعاب الثانية لما تلقى الالعاب اندي ولا ميني جيمز تلقاها ببلاش ما تلقاها بفلوس فهذا اللي سووها سبايدر مان قالوا تعالوا ألعب بجوال البطل عشان تنبسط ما من يفاهم كيف طريقاته مدري على مين باعوها فهذا اللي هو المشكلة الثانية في لعبة متل غير سيفايفر اللعبة الأخيرة نزلت من كونامي وكونامي وصف من فترة الأخيرة جايبين أم أم العيد وكلنا عارفين بس ولكن في اللعبة دي سووا حاجة كذا رهيبة زي اللي يقول لك لا احنا من جد جايبين العيد وبزيادة اذا تبغى خانة تخزين زيادة لازم تشتريه بفلوس حقيقية بعشرة دولار يعني حول على 40 ريال عشان تشتري خانة جديدة يعني فرضا على سبيل المثال انت لعبت اللعبة وختمت وخلصت وكل حاجة طب بختم اللعبة من جديد بحساب جديد يقول لك لا يعني انك تحتف تخزينتك قديمة يعني انك تشتري تخزينة جديدة أو فرضا خلينا نقول انه بسوي تخزينة جديدة عشان أخوي الصغير بلعب أو فرضا بسوي شخصية واحدة رجال وشخصية ثانية حرمة لو بتسوي شخصية ثانية لازم تشتري خانة جديدة بفلوس بعشرة دولار بربعين رياض يعني اتوقع انه هذي كمان حقارة غريبة ما ماني عارف في النهاية عيد وكرر انه هذي مساحة ذاكرة الذاكرة ذي في الجهاز نفسه مو في اللعبة حقتهم ما بتشتري انت سيرفر من عندهم ما بتستاجر حاجة من عندهم همه فهذا الشي الغريب انا ماني عارف كيف سووا الحركة هذه انهم خلوك تشتري شي مو ملكم حسنو مو ملكم لانه هذي مساحة تخزينية انا متلكة في الجهاز حقي كيف تقول انه لازم تبيعها كيف تبيع شي مو حقك هنا هنا السؤال على عجيب اللي انا بدور له اجابة من زمان بتوقع انه في لعبة بتخربها تقولك عشان تدخل خويك الثاني لازم تدفع فلوس ممكن ليش لا اذا فلتوا بهذا الحركة ممكن يسوونها توافقون الرأي ام لا في لعبة اسايرس وورث لما تختم وتنتهي من اللعبة تحس انه في شي ناقص تحس انه ما هي النهاية الحقيقية ولكن تكتشف في النهاية انه في اضافة لازم تشتريها عشان تشوف النهاية الحقيقية يعني مهمة اساسية في اللعبة شعلوها وقالو لك لا اشتريها وتقاتل اخر زعيم بعدها وتوصل وتشوف النهاية الاخيرة يعني بصراحة انا ما يعارف انش اقول وانتو اش رائكم يعني انا اشوف انه برجة نظر ان هذا تسحق من المركز الاول بالراحة يعني وكذا نوصل لنهاية المقطع ان شاء الله عجبكم المقطع واذا اعجبكم لا تنسونا الضغط على زر اللايك اشتركوا الاشتراك بالقناة وايضا الان تكتبونا في الكومنت تحت ايش اسوأ ديالسي او اضافة اشتريتها يعني يقول لي اسوأ شي انتو شفت ويمكن فيه شي ما ذكرنا فالانتو ان تكتبنيها في الكومنت وتشاركون عن اسوأ ديالسي اشتريتها او فرض ان كنت بتشتريها وشفت انها سيئة المرة بعد ان بطل فيجيطكم بالفعافية كان معكم امران حازمي نشوفكم في حلقة اخرى ومع السلامة